بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد خير خلق الله نشرع بتوفيق من الله عز وجل في سرد قصة النبي سليمان الحكيم ولكن في البداية نتعرض لوالده سيدنا داود وسنبدأ قصة داود من بعد عرض لما بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام لنعرف كيف انحضرت بنو إسرائيل بمعصيتها لله تعالى ومبارزة الله بالذنود تاهوا في الأرض أربعين عاماً بعد رفضهم دخول مدينة الجبارين بنو إسرائيل أضعف من الجبارين لن ندخل مدينة الجبارين ما داموا فيها لا طاقة لنا بهم نهم أقوى منا ونحن لا نستطيع قتالهم اشتركوا في القناة كانوا يسيرون كل يوم جادين لكي يخرجوا من التيه حتى سئموا متى نخرج من هذا المكان ليلنا كصباحنا وصباحنا كليلنا متى يغفر لما الله لنخرج من هذا التيه لقد سئمت العيش يا ليتنا حار ابن الجبارين فإما الموت وإما النصر لا أستطيع أن أكمل حياتي تائها في الأرض هكذا إنها دعوة موسى علينا بعد أن عصيناه ونزلوا فإذا هم في الدار التي منها ارتحلوا وقد اشتكوا إلى موسى عليه السلام مما حدث لهم فأنزل الله عليهم المن والسلوى وأعطاهم موسى من الكسوة ما هي قائمة لهم تيه أربعين عاما كاملة تولى أمرهم نبي من أنبيائهم هو يوشع بن نون عليه السلام ترجمة نانسي قنقر أتعلم أن يوشع بن نون يجهز جيشاً لقتالنا نحن الجبارين؟ من؟ يوشع بن نون يجهز جيشاً؟ دعه يجهز ولنرى ماذا سيفعل؟ نحن الجبارين من يجرؤ على قتالنا؟ ترجمة نانسي قنقر يا إلهنا يا إلهنا لك من المال والذهب لك من الذبائح والغنائم ما تشاء ما تشاء لكن أنصرنا على بني إسرائيل لا تمكن بني إسرائيل منا يا إلهنا لا تمكنهم من القوم الجبارين وهذا هو أول الغيث خذ خذ يا إلهي ذهباً وفضة خذها كلها لك لك وحدك ولكن لا تشمت من الأعداء الغزاة وأصبحوا بني إسرائيل على أبواب صراع قادم مع قوم فلسطين الجبارين لن نهزم اليوم من بني إسرائيل لن نهزم اليوم من بني إسرائيل إنهم يظنون أن نبيهم يوشى ابن نون سوف يكون سبباً في هزيمتنا وإسقاط دولتنا المجيدة لا أدري ما معنى النبي ولا النبوة أصلاً يا إلهي أنت إلهي أيها القدير تستطيع أن تنصرني على يوشى وعلى بني إسرائيل ومن العجيب يا مولاي أنهم لا يحاربون يوم السبت لا يحاربون يوم السبت ونحن في يوم الجمعة فلنستدرج بني إسرائيل بحرب طويلة وكر وفر حتى يدخل الليل هذه خطة جيدة حتى إذا غربت الشمس وجاء الليل أجهزنا عليهم لقد هزموا قبل أن يحاربوا نبينا يوشع بن نون سيدخل بنا فلسطين يا لسعادتي من بعد سنوات التي سندخل فلسطين أين التبوت؟ أين تبوت الميثاق؟ أين تبوت العهد؟ إن فيه ألواح موسى وعصى فدافعوا عنه دافعوا عنه ولا تتخاذلوا نريد أن نصل إلى فلسطين قبل غروب الشمس فنحن في يوم الجمعة والقتال محرم علينا في يوم السبت هيا يا جنود فلسطين هيا يا جنود فلسطين هيا إلى القتال ليرى يوشع بن نون قوتنا نحن الجبارين إلى القتال إلى القتال ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين وشفيعنا يوم الدين أما بعد نستكمل حديثنا عن فتى موسى إنه يوشع ابن نون نبي بني إسرائيل القادم الذي أيده الله بمعجزة حبس الشمس فلم تحدث هذه المعجزة إلا لهذا النبي نبينا يوشع ابن نون سيدخل بنا فلسطين يا لسعادتي من بعد سنوات التي سندخل فلسطين أين التبوت؟ أين تبوت الميثاق؟ أين تبوت العهد؟ إن فيه ألواح موسى وعصى فدافعوا عنه دافعوا عنه ولا تتخاذنوا نريد أن نصل إلى فلسطين قبل غروب الشمس فنحن في يوم الجمعة والقتال محرم علينا في يوم السب هيا يا جنود فلسطين هيا يا جنود فلسطين هيا إلى القتال ليرى يوشع ابن نون قواتنا نحن الجبارين إلى القتال إلى القتال وحقق بنو إسرائيل بقيادة النبي يوشع ابن نون عليه السلام انتصارا كبيرا لولا ما حدث الشمس ستغرب ونحن ما زلنا في المعركة سيجهزون علينا ليلا إن توقفنا عن قتالهم ماذا سنفعل؟ وهنا حدثت معجزة إلهية حيث دعا يوشع ابن نون ربه أن يمسك الشمس فلا تغيب كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه المعجزة لم تحدث لبشر غير نبي الله يوشع ابن نون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد انتصرنا وأصبحت الأرض لنا نعم سنعيش أسيادا إلى الأبد بنوا إسرائيل بنوا إسرائيل نعم سنعيش أسيادا إلى الأمر ترجمة نانسي قنقر 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 وبعد موت نبي الله دب في بني إسرائيل ألواها والتهاون وكثرت المعاصي وفسقوا وضيعوا شريعة موسى ترجمة نانسي قنقر الجميلات نعرف مكانهن فلما السير في هذا الطريق المظلم؟ هيا هيا معي لنصر ونحتسي الخمر مع الفاتنات هيا هيا منه الخمر ما أجمل الخمر ما أجمل الخمر والنساء هما حياتنا نموت ونحيا عليهما إنها متعته لا أريد طاعة ولا عبادة ولا شكرا وتزبيحا أريد طاعة 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 ولا شكرا وتزبيحا وانحرف بنو إسرائيل بعد موت يوشع بن نون واتجهوا إلى انحرافاتهم وأصبحوا على سابق عهدهم ما بين سكر وميسر وعودة إلى عبادة الأصنام ونسوا ما حاربوا من أجله ونسوا ما أمرهم به أنبياؤهم وكان لابد لهم من نهاية أنت إلهي أنت سندي حقق لي ما أتمنى أنتم يا بني إسرائيل تتعبدون مثل ما نتعبد؟ نعم هذا إلهي أكاد لا أصدق ما أرى ولكنه قد يكون بداية جديدة لانتصاراتنا عليكم وإخراجكم من أرضنا وبدأت هزائم بني إسرائيل تتوالى فلقد حاربهم الفلسطينيون في معركة كبرى وآخرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وانحرف بنو اسرائيل بعد موت يوشع بن نون واتجهوا الى انحرافاتهم واصبحوا على سابق عهدهم ما بين سكر وميسر وعودة الى عبادة الاصنام ونسوا ما حاربوا من اجله ونسوا ما امرهم به انبياؤهم وكان لابد لهم من نهاية حيث ألهاهم ما هم فيه من شرب خمر ونساء وميسر ونسوا كلام موسى ودخلوا في سراعات جديدة حيث اصبحوا من بعد عز في ذل وهوان وطمعت فيهم كل القبائل ولم يحافظوا على التابوت اخر ما تركه لهم يوشع وقد اخذ منهم التابوت لقد هزمنا بني اسرائيل واخذنا منهم تابوت العهد تشتاق نفسي لقتال بني اسرائيل امام ليلت من هزيمتهم ودحرهم وسبي نسائهم لا امل ابدا فهم اعداؤنا عبر التاريخ لابد ان نضعف قوائهم ونذل انفسهم فلا يستطيعوا قياما ولا قتالا فهيا يا جنود هيا 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 شكرا 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 لقد هانت بنو إسرائيل ذلت بنو إسرائيل أذاقنا الله الهوان وضربت علينا الذلة والمسكنة ذلت بنو إسرائيل قتلوا زوجي وابني قتلوا زوجي وابني علينا أن نذهب لنبي الله شامويل لنطلب منه أن يبعث الله لنا ملكا ملكا كيف نعم ملكا يجمع كلمة بني إسرائيل كيف وهل سيوافقنا نبي الله شامويل على هذا وهل سيبعث الله لنا الملك؟ ليس لنا حل غير هذا لابد من القتال ولا قتال بغير ملك وماذا سيقول نبينا شامويل بعد أن رأى منا كل هذا الذل والهوان وهنا توقفت بنو إسرائيل وراجعت نفسها حاولت أن تنقذ البقية الباقية من شعبها ومن عزها وتاريخها ونبي الله الشامويل ونبي الله الشامويل في فترة حكم القضاء ويتصل نسب نبي الله شمويل إلى هارون عليه السلام يا نبي الله شمويل ادعوا لنا الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله وسألهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولم يكن بنو إسرائيل على قناعة بمن سيأتيهم به الله إلا بملك ثري قوي ووافقهم نبي الله شمويل على ما قالوه وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يبعث لهم ملكا ينقذ بني إسرائيل من ذلها وعذابها ترجمة نانسي قنقر سمعنا أن الجهلاء من بني إسرائيل قد سألوا نبيهم أن يأتي إلههم بملك ليقاتلونا يقاتلونا نحن ما هذا الغباء؟ نحن سادة العالم معنا جالوت العظيم ماذا لو جاءونا ليحاربونا ثانية إذن لأعطاهم الملك جالوت درسا لن ينسوه ومزق جسد ملكهم أمام عينهم واستباح حرماتهم ليكسر أنفسهم طوال العمر جالوت عملاق الأرض الملك الذي لا يدانيه ملك في ملكه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 أما بعد فقد ذهب بني إسرائيل إلى نبيهم شمويل يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن يبعث لهم ملكا حتى يقاتلوا معه ويستعيدوا مجد بني إسرائيل ويسعوا إلى إيجاد التابوت الذي أخذ منهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم طالوت ملكا وإنه سيكون من علامات ملكه أنه سيأتيهم بمعجزة حدثت أمام الجميع ننتظر ردك يا نبي الله شمويل فهل استجاب الله دعاءنا؟ وأبلغهم نبي الله شمويل بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه طالوت رجل فقير لا يملك شيئا من حطاب الدنيا ولم يؤتى ساعة من المال فقال لهم نبي الله شمويل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم أي في علم الدين وفي علم الحروب والمعارك والخطط الحربية نحن غير راضين عن هذا الملك فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أمم… ويحن سيحدث هذا؟ وهل ستأتي الملائكة بالتابوت؟ بتابوت العاد؟ لا أظن أن هذا سيحدث وكان سبب هذا الاختلاف أنه كما اعتاد بنو إسرائيل أن الملك يكون في صبت يهوذة أما النبوة فتكون في صبت لاوي وطالوت من صبت بن يامين فلما جاءهم ذلك نفروا منها وظلت بنو إسرائيل على عنادها وتكذيبها القديم إلى أن جاءت الملائكة بالتابوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد حدثت المؤجزة وصر لنا ملك هو طالوت وقيل إن التابوت كان بقرية القوم الجبارين وكانوا قد وضعوه تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته فأصبح اليوم الثاني فإذا التابوت فوق رأسه فلما تكرر ذلك علموا أنه أمر من الله تعالى فأخرجوه من قريتهم ووضعوه في قرية من قرىهم فأصاب أهلها داء في رقابهم فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوه في بقرتين وأرسلوهما فيقال إن الملائكة ساقتهما إلى ملأ بني إسرائيل كما أخبرهم بذلك نبيهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا بني إسرائيل لقد أصبحت ملكا عليكم أنا طالوت تأتمرون بأمري ولي عليكم السمع والطاعة والولاء سنحارب معن الفلسطينيين فهل أنتم معي؟ كلنا معك يا طالوت كلنا معك يا طالوت وبدأ طالوت الإعداد لحرب مصيرية مع الفلسطينيين بدأ طالوت بدأ طالوت يعد جيشه ويجهزه لقتال جالوت ولكنهم بانوا إسرائيل فهل سيطيعون أوامره؟ وأين داود الآن من هذه المعركة؟ كيف سيكون له دور عظيم فيها؟ كيف دخل داود الحرب؟ وماذا كان يعمل عليه السلام؟ هكذا داود إذا عمل عملة أتقنه أخشى عليه من حرارة الشمس القاسية داود له جلد وصبر ويفعل ما لا يقوى عليه أعتى الرجال كم أعداد جيوش جالوت في فلسطين أعداد مهولة يا مولاي لا يمكن أن يحاربهم إلا الصابرون المحتسبون لدينا أيضا أعداد كبيرة يا مولاي طالوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبناء الثلاثة سيدخلنا الحرب سيدخلنا حربا ضد جالوت العظيم إما أن يعودوا وإما أن لا أراهم ثانية هكذا الحروب لا تعنا بقلوب الآباء والأمهات اللهم احفظ أبنائي أحفظ عبدك دهود أبي ما الذي يبكيك يا أبي لا في وخوف عليك يا إلياب يا أولتي وعلى إخوتك الحرب بين طالوت وجالوت مصيرية يا أبي ولا بد من خوضها هون عليك يا أبي هون علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا وظل داود يرعى الغنم ويدرب نفسه على مقلاعه وأحجاره فقد يكون كلمة السر في حل اللغز بين جالوت وطالوت شكرا المعركة القادمة مع بني إسرائيل هي آخر المعارك بيننا يا معركة بكثري الأيدي والأرجل يا معركة ضرب الأناق وسحق الرؤوس فهل أنتم معي؟ كلنا معك يا جالوت كلنا معك يا جالوت كلنا معك يا جالوت أعدادنا كبيرة يا مولاي طالوت ليس بالأعداد يا وزير سأختبرهم لأعرف من سيصبر معي ومن لن يطيق يا قوم هل أنتم صابرون؟ صابرون صابرون فهيا على بركة الله اللهي أنصرني أنصرني على بني إسرائيل نصرا كبيرا أنصرني فإن شئت ذهبا أعطيتك إن شئت دما ذبعت لك البشر قبل الغلم أنصرني فلا أدري ما الذي ينتابني اليوم لا أدري أريد أن أقضي على بني إسرائيل فلا أرى منهم ظلا ولا تأتيني منهم رياح أريد ماءا يكاد العطش يقتلني أريد ماءا يا له من ظمأ لم أعهده من قبل ماء نهر إنه النهر من هذا النهر يرجع ومن لم يشرب يكمل معنا الحرب وتوقف الجنود في أول الأمر إلا من اغترف غرفة بيده غرفة اشربوا بياه اشربوا بياه اشربوا بياه أنتم يا من عصيتم الأمر ارجعوا من حي فجيتم واتبقنا عن البيئات المؤمنة الصابرة نخوض بألماركة الحاسمة من هذا الذي يتجرأ على ملك جالوت العظيم؟ هؤلاء الذين سيقضون علينا ويدخلون فلسطين كم أعدادهم؟ عشر، عشرون، ثلاثون ما الذي أتى بكم؟ أنتم وجبة طازجة لكلابنا الليلة هيا، هيا يا جنود طالوت أخرجوا أفضل من عندكم من الجنود ليحاربني لينازلني، هيا، هيا أيها الجنود أمر المولاد أمر المولاد من استطاع منكم أن يسرع جالوت فله عندي مكافاة كبرى يا مولاي، إن أعدادنا قليلة نعم، إن أعدادنا قليلة من يقتل جالوت، يتزوج ابنته تقدم نبي الله داود، وهو فتى صغير لهذه المهمة يا وزير، ألبس داود هذه الدروع، لعله يقضي على جالوت يا مولاي، داود لا يستطيع تحمل هذه الدروع إن له طريقة أخرى في صراعه مع جالوت طريقة أخرى، كيف؟ تحديث ها 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 أين الرجال؟ أين الأسود الصناديد؟ أنت، أنت أيها الغر الصغير اذهب، اذهب يا مولاي بعيداً، أنا أريد أسداً من أبطالكم وأصر داود هذا الفتى الصغير الذي هو من صبت يهوذا على قتال جالود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهكذا انتهت المعركة بقتل جالود على يد نبي الله داود عليه السلام وفرح بنو إسرائيل بداود وما فعله وما قدمه من شجاعة نادرة في مواجهة جالود هذا داود البطل داود الذي أنقذ بني إسرائيل من هزيمة محققة داود الذي هزم جالود داود الذي أدخلنا أرض فلسطين من جديد لقد رفعت رؤسنا يا داود رفعت رؤسنا يا أخي ولدي داود رفعت شأني وأعليت قدري وحررتني يا ولدي الحبيب داود خير من أنجبت بنو إسرائيل وخير من أنجبت أنت يا ياسا الحمد لله الذي جعل من ذريتي داود الطيب العابد البطل على الملك طالوت أن يفي بوعده الذي وعده لداود نعم على الملك أن يزوج ابنته لداود كما وعد لهذه الدرجة بلغ قدر داود في بني إسرائيل كادوا يحملونه فوق الأعناق يا وزير ما بال الحروب تصنع من الفقراء ملوكا ومن العبيد سادة وأحرارا لا أعتقد أن الملك طالوت سيفي بوعده مع داود ولكنه وعده في العالم الوعود ليست سيفا على رقابنا سنرى ماذا سيفعل الملك طالوت مع داود ترجمة نانسي قنقر 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 وتزوج داود عليه السلام ميكال ابنة طالوت واعتمد طالوت على داود في كل حروبه وظل داود منتصرا لبني إسرائيل من حرب إلى حرب ترجمة نانسي قنقر داود أصبح يمثل خطرا كبيرا علينا يا وزير نعم نعم انتصارات داود جعلت منه بطلا في بني إسرائيل وحسن خلقه يقربه من الناس فإلى متى الصمت؟ إلى متى الصمت؟ وماذا سنفعل؟ وهو زوج بنت الملك طالوت لا بد أن تنقلب عليه كل الأمور لن تكون ملكا علينا يا داود لن تكون لقد على نجم داود في السماء يا مولاي وأظن أن هذا يسعدك لا أدري ماذا تقصد يا وزير الشعب كله خلف داود الناس تتحدث عنه ليلة مهار مولاي قد لا يواجبك قولي يا مولاي فهو زوج ابنتك العرش لا يعرف نسبا والسلطان لا يخضع لعاطفة ماذا تريد أن تقول يا وزير؟ أرى أن ملكك مهدد يا مولاي داود يهدد ملكك يا داود لقد بلغني عن كنعان أنهم عادوا وقد جمعوا جموعهم فاذهب إليهم وخذ ما شئت من الجند والسلاح وأطاع داود أوامر طالوت وانصرف للحرب أعتقد أنها نهايتك يا داود فالملك لي ولأبنائي من بعدي وعلم داود أن طالوت قد تغير وعبس في وجهه فلم يسئ به الظن ولكن التفاف بني إسرائيل حول داود لم يكن أمرا طبيعيا لملك بحجم طالوت أمي أرى أن أب الملك قد تغير من ناحية داود لا لا يا ابنتي لا تفكري بهذه الطريقة هذه وساوس شيطانك يا ميكان ليست وساوس يا أمي بل هي حقيقة واضحة أخاف على داود من أب الملك اللهم حفظ داود زوجي وحبيبي ماذا؟ داود انتصر على الكنعانيين للأسف يا مولاي وازداد بريقه في بني إسرائيل وازدادت مكانته ارتفاعا ملكك مهدد يا مولاي لابد من التخلص منك يا داود وبأسرع وقت داود أنجو بنفسك فإن أبي قاتلك لقد أضمر لك القتل فلا تورثني حسرة بموتك أهرب يا داود أهرب إلى أي مكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين خرج داود من القرية واتجه بعيدا عن طالوط وبطانته التي حرضته على داود عليه السلام ولكن ما حدث كان متوقعا فلقد اتجهت بنو إسرائيل إلى داود وتركت طالوط يلاقي الهزيمة تلو الأخرى وهرب داود من الغل والحقد وانتهى إلى مكان يأمن فيه على نفسه ترجمة نانسي قنقر ما الذي فعله داود ولدي لكي يخرج من البلدة؟ لقد قدم نفسه فداء لبل إسرائيل وساند طالوط وتبت ملكه يا يسا لا تقلق فكلنا بقلوبنا مع داود وسنكون من جنوده وسننحاز إلى الحق أينما كان هذا هو الجزاء يا طالوط هذا هو الجزاء وما يدريك يا يسا لعل الله قد اتدخر عنده لداود ملكا كبيرا فاصبر واحتسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما الذي فعله داود كي يخرج هاربا من ظلم أبي؟ لقد حارب وانتصر وحقق ما لم يحققه أحد من قبل لا تبكي يا مكال فالله قادر على تغيير كل هذا وعودة داود لوطنه حدثه ظلم كبير فهكذا الملوك يأبون أن يخسروا أي قطعة من ملكهم يا ابنتي أنا أثق أن داود سينتصر في نهاية الأمر حتى وإن كان النصر على زوجي ولكنها الحقيقة لماذا فعل أبي كل هذا؟ لماذا؟ ترجمة نانسي قنقر وكان نبي الله شمويل قد تغير على طالوط واختلف معه بعدما فعل ما فعله مع نبي الله داود عليه السلام وقد أخبر شمويل داود بأنه الملك المنتظر على عرش بني إسرائيل نعلن انضمامنا لداود وخروجنا على طالوط سنبايع داود ونشد عدودها هيا يا رجال هيا لم نعهد على داود سوى الخلق الحسن والشجاعة النادرة والبطولة في القتال فلماذا أخرجتموه من القرية؟ ولماذا يعيش وحده هاربا؟ سنقاتل مع داود ونبني جيشا تخضع له بني إسرائيل مهما كلفنا الأمر وتوالت الهزائم على طالوط وجيوشه وبنيه وفر من فر وبقي من بقي وبدأ انهيار دولة بني إسرائيل بعد أن تركهم داود ماذا جرى؟ ملكك يضيع عزك ينقلب ذلا وعارا ماذا جرى لك يا طالوط؟ داود إنه داود ذهب عني وذهب معه الفتح والنصر المبين كان بركة وسنة كان درعا وسيفا داود داود مولاي أنباء غير صارة يا مولاي تكلم تكلم يا غزير جيوش كثيرة جيوش كثيرة طمعت في بني إسرائيل تريد قتالنا وما الجديد؟ فبعد أن تركنا داود طمعت فينا الذئاب والسباع وحاصرون من كل اتجاه هل لديك حل يا وزير؟ تكلم يا رجل هل لديك حل؟ حالة الجيش في انهيار مستمر والجنود تنضم إلى داود يا مولاي إذن فانتظر الموت يا أغبى وزير انتظر الموت ترجمة نانسي قنقر ماذا جرى لك يا طالوت؟ داود إنه داود ومات طالوت حزيناً بعد أن ندم على ما فعله بداود بعد موت الملك طالوت وقد صعد داود إلى مدينة حبرون وقد صعد داود إلى مدينة حبرون تولى الملك على بني إسرائيل وهزم الفلسطينيين ومات مهزوماً يائساً بعد أن ضاع ملكه وقتل أبناؤه وأصبح ذليلاً في قومه ترجمة نانسي قنقر وهذا خطاب من الله تعالى مع داود والمراد هو الأمر بالعدل واتباع الحق المنزل من الله تعالى إنما يفعله داود من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منا ورغم كل هذا فداود النبي لا يكف على الملاجاة ربه وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام وظل داود يعبد ربه فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور تسبح مع داود والجبال تسبح معه من شدة التأثر بجمال صوته حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة وقوله تعالى أو وبي أي رجعي معه التسبيح وكانت الجبال تطيع داود إذا أمرها بالتسبيح إن أفضل الصيام هو صيام داود يفتر يوما ويصوم يوما ويكثر من قيام الليل والتعبد لله تعالى في جوف الليل يسبح ويحمد ويستغفر إن داود من أعبد الناس وأخلصهم لله وعلى يديه جاء الرخاء لبني إسرائيل حتى أهل بيته في عبادة دائمة طوال الليل والنهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد فلقد كانت من المعجزات الباهرات كان الحديد يلين في يده من غير نار يصنع منه الدروع وألان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا لها من معجزة عظيمة يلين الحديد بغير نار سبحان الله هي كرمات من عند الله تعالى لعبده الأواب داود لقد استفاه رب العالمين بكل هذه النعم الكبيرة وتقترب منه نعمة أخرى فزوجته قد حملت وستضع مولودها خلال أيام سيعطيك الله يا داود الذرية الصالحة إن نبي الله داود قد صنع لنا دروعا تساعدنا في الحرب ولا تثقل علينا وصنع لنا الكثير من آلات الحرب والمعارك إن الحديد في يد داود طيع لين فالدروع لا تنفذ إليها الرماح أبدا والسيوف قوية وخفيفة في آيادنا هيا إلى المعركة هيا لنحمي بلادنا من أعدائنا لتظل بني إسرائيل تحكم العالم بأسره هيا وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا وأوشك أن يولد سليمان ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام وولد سليمان عليه السلام في أور شليم في أور شليم عام تسعمائة وخمسة وثمانين قبل الميلاد وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أور شليم لميلاد سليمان لقد ولد سليمان بن داود إنها الذرية المباركة إن شاء الله اللهم اجعله من عبادك الصالحين واجعله سندا لداود وقرة عين له ولد سليمان ليكون نبيا له أيضا معجزات كبيرة أدهشت البشرية وأثبتت قدرة الله في ملكه ولم يكن سليمان هو أكبر أبناء داود ولكنه كان الحكيم عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 أين ذهبت يا أثمري أغنامك أغنامك أكلت ما شقيك في زراعته طوال العام لم أقصد لم أقصد أقصد يا صاحب المزرعة حسناً إذن سأذهب إلى داود ليحكم بيننا فسمع داود لشكوى صاحب المزرعة يا نبي الله لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري فقضى داود بالغنم لصاحب المزرعة تعويضاً لها إلا أن سليمان قضى بأمر آخر لقد قضى سليمان لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت وبرك داود هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره إحدى عشرة سنة لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه فسليمان يشبه والده في خصاله النبيلة لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة المورقة نعم هذا صحيح لقد عادت أرضي صالحة مورقة من جديد حسنا إذن وهي أغنامك لم ينقص منها أي شيء بل أطعمتها وسقيتها تفضل اللهم أحفظ داود وسليمان ترجمة نانسي قنقر وبعد أن أسس داود بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها حانت لحظة النهاية وحان الفراق فداود كان شديد الغيرة على أهله فلقد كان عبدا صالحا في كل شيء ترجمة نانسي قنقر فقال له داود أنت والله ملك الموت فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام ترجمة نانسي قنقر 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 وبعد أن أسس داود بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها حانت لحظة النهاية وحان الفراق فداود كان شديد الغيرة على أهله فلقد كان عبدا صالحا في كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فقال له داود أنت والله ملك الموت فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام وكانت وفاة داود عليه السلام فجأة يوم السبت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا من سبح معك الطير وألان الله لك الحديد جزاك الله عنا خيرا يا نبي الله علمتنا التوحيد والتسبيح والتحميد فقهتنا في الدين سلام عليك يا دون لم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بني إسرائيل أشد جزعا عليه من داود بني إسرائيل لن تنسى أبدا هذا النبي العظيم الذي انتصر لها وأعلى شأنها ونصر ضعيفها وآوى فقيرها سلام الله عليك يا نبي الله ما هذا الحر؟ ماذا سيفعل سليمان في هذا الحر الحارق؟ وأمر سليمان عليه السلام الطير فأجابت فأمرها أن تظل الناس وللتوضيح هنا فالوراثة ليست وراثة المال وإلا لكان ورثه جميع أبناء داود ولكنه ورث العلم والنبوة وحتى توريث النبوة هي وراثة مجازية لأن النبوة لا تورث إنما هي اختيار من الله عز وجل والأنبياء لا يورثون المال بل يتركونه صدقة مات داود مات الرجل الطيب المحسن العابد الزاهر كان يعطينا من ماله وطعامه كان لا يرد سائلا السلام الله عليك يا داود هكذا الحياة الدنيا بداية ونهاية لكن لم يكن في الحسبان أن يفارقنا داود فجأة الحمد لله على كل حال فهو الآن إلى جوار ربه الرحمن الرحيم اللهم الحكم به في جنتك يا رب العالمين ولا تحرننا أجره ولا تفتننا بعده إن كان الله قد توفى داود فلقد ترك لكم سليمان ملكا ونبيا فلا تهنوا ولا تحزنوا لا تحزنوا وحضر جنازة داود الآلاف من الرهبان والناس كبارا وصغارا الشمس حارقة فوق الرؤوس لا نستطيع تحملها كنت أن يغمى علي من شدة الحرارة سلو سليمان أن يرحمنا مما نحن فيه مات داود مات بعد مئة عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق ألا تتحملون الشمس الحارقة يا بني إسرائيل وقد تحمل داود الكثير من أجلكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأمر سليمان عليه السلام الطير فأجابت فأمرها أن تظل الناس لقد أمر سليمان عليه السلام الطير أن تمنع عنا الشمس الحارقة لقد حجب الطير عنا الشمس الحارقة بأمر من سليمان عليه السلام اشتركوا في القناة إن أفضل الصيام هو صيام داود يفتر يوما ويصوم يوما ويكثر من قيام الليل والتعبد لله تعالى في جوف الليل يسبح ويحمد ويستغفر إن داود من أعبد الناس وأخلصهم لله وعلى يديه جاء الرخاء لبني إسرائيل حتى أهل بيته في عبادة دائمة طوال الليل والنهار هيا نذهب إلى داود ليطعمنا وينفق علينا إنه لأكثر الناس صدقة وإنفاقا في سبيل الله اللهم احفظ لنا داود كم هو طيب القلب ينفق في سبيل الله ولا يخشى الفقر لقد أعطونا من طعامهم وشرابهم وأموالهم لم يبخلوا علينا بشيء بارك الله في داود وأهله وجمعنا معهم في الجنة ونعيمها آمين 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 ألا تتحملون الشمس الحارقة يا بني إسرائيل وقد تحمل داود الكثير من أجلكم وكانت وفاة داود عليه السلام فجأة يوم السبت شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين وشفيعنا يوم الدين وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل وأصبح لسليمان ملك عظيم إنه سليمان بن داود ينتهي نسب سليمان إلى يهوذا شقيق يوسف من أبيه يهوذا ابن يعقوب ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا وظل سليمان يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين ليبدأ سليمان رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة اشتركوا في القناة وجلس سليمان على العرش واستقر له ليبدأ مرحلة جديدة من حياة الأنبياء المرسلين من قبل رب العالمين وكان الجن يصنعون لسليمان الجفان وهي الحوض الذي يتجمع فيه الماء اشتركوا في القناة يقولون إن نبي الله سليمان يجهز جيشا عظيما سيخد به حربا كبيرة الملك سليمان لا يمل من فتح البلاد لنشر دعوة التوحيد والإيمان وهو في نفس الوقت لا يكف عن العبادة والطاعة ويؤدي ما فرض الله عليه من طاعات أتعرف ما أخشاه في حياتي أن أصبح يوما ولا أجد سليمان الحكيم بيننا لا تذكرني بهذا يا رجل أطل الله عمره وثبت ملكه النمل النمل المعجزة الكبرى التي لم تحدث في التاريخ النمل هذه الحشرة البسيطة العبقرية التي تعيش في جماعات منظمة فهي حشرة اجتماعية تعيش فيما يسمى بالمستعمرة والمستعمرة بها مئات أو آلاف من النمل ولهم ملكة واحدة وهناك عدة أنواع من النمل مثل البشر فهي أمة من أمم أمثالنا فمنها النمل المحارب الذي يعيش على صيد الحشرات ومنها النمل المستعمر الذي يقتحم الأعشاش لنمل آخر ومنها النمل الخاص الذي يجمع البذور ويعيش النمل في واد إما في تلال ترابية أو الأعشاش أو الأشجار أو الحفر وناقش السليمان القادة في الحرب القادمة حيث إن أعداءه ما يزالون حوله يناوشون بسيوفهم ويرمون برماحهم بغية السقوط سليمان يا نبي الله لابد أن نعد الجيوش للمعركة القادمة ولابد أن يروا منا بأسا شديدا وأمر سليمان جنوده بالاستعداد للمعركة ترجمة نانسي قنقر شكرا وأحس النمل بخطوات جيش سليمان تقترب سبحان من خلق وعلم ودبر لها هذه الحاسة لكي تشعر بجيوش سليمان فقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا